وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد هذا البث يتعلق بمصير امرأة مسلمة هي الآن محتجزة لدى أمن الدولة المصرية اسمها رانيا عبد المسيح حليم سنها حوالي 39 سنة عندها ثلاث أطفال بنات من المنوفية وهذه المرأة أسلمت منذ فترة طويلة ثم بعد أن استحالت العشرة مع زوجها النصراني وما انفعش امرأة مسلمة تعيش مع رجل كافر نصراني فتركت بيتها واستنجدت بالمسلمين وسجلت هذه الاستغاثة بعد أن وجدت مطاردة من الكنيسة المصرية الآن اللي بيحصل في الإعلام النصراني هو الكذب والافتراء والزور يقولون رانيا حليم امرأة مخطوفة قالوا ذلك عن كاميليا شحاتة وقالوا ذلك عن مريان وكريستين وقالوا الكلام هذا عن أي امرأة تدخل في الإسلام الموضوع هذا يا جماعة لا بد أن يكون قضية كل مسلم الآن في مصر هذه المرأة الآن تعتبر أسيرة لدى الأمن المصري إما أنه يسلمها للكنيسة المصرية أو إما أنه يحترم عقيدة هذه المرأة وتروح توثق إسلامها في الأزهر وتخرج وتعيش حياتها بطريقة طبيعية في جميع إنحاء العالم أي واحد يدخل الإسلام الناس تروح تسلم عليه وتزوره وتبركله الطبيعي جدا أنه يجد حرية تامة إلا في مصر والمصر دي اللي فيها طبعا المسلمين أغلبية يعني النصارى 5% المسلمين أغلبية وكل مرة واحدة مسلمة تدخل الإسلام واحدة نصرانية تدخل الإسلام تطاردها الكنيسة ويقبض عليها الأمن المصري إما أنه يسلمها وإما أنه يتركها تدخل في الإسلام حسب طبعا في مجموعة من النساء تسلموا قبل كذا زي كاميلة شحاتة ووفاء قسطنطين وفي بنات بفضل الله سبحانه وتعالى دخلوا الإسلام وتوثق إسلامهم وعاشوا حياتهم بالصورة طبيعية الكنيسة المصرية الآن تكذب في جميع الوسائل الإعلامية النصرانية في المواقع في الفيسبوك حسابات الفتنة حسابات الفتنة النصرانية اللي عاوزين يولعوها نزلين يقولوا أنها مخطوفة وعملين مناشدات هذه المرأة نزلت فيديو تستنجد فيه بأمن الدولة فقبض عليها أمن الدولة وهي الآن محتجز لديهم ولا يعلم مصير هذه المرأة والنصارى يضغطون في حين إحنا كمسلمين ما في أي ضغط وأنا أتأسف على هذا الأمر وأنا عملت فيديو لقاء مع ناشط في مجال مقارنة الأديان استغرب هو مش مصري استغرب وقال يعني إزاي إزاي إمرأة تسلم في مصر ويحصل كل الهوقة دي المفروض في هذه الحالة الناس تقول ألف مبروك وشكرا ومع السلامة ده ده الطبيعي لكن هو طبعا اللي حصل أو اللي بيحصل في مصر وفاكرين أنتم طبعا مريان وكريستين وغيرها وغيرها الكنيسة المصرية تطارد المسلمات الجدد عندهم إشكالية كبيرة جدا وهم يعلمون أن هذا الوضع الحالي المسلمين لا يتدخلون في هذه المسائل إحنا عندنا كمسلمين في ناس تنصروا وما حصل أي شيء ما في أحد من المسلمين طاردهم والسلطة تحميهم عندنا ملاحظة يخرجون على وسائل الإعلام وطعنون في الإسلام وما في أحد طاردهم فلماذا عندما تسلم إمرأة تحصل هذه الضجة الكبيرة لماذا هذا الكلام؟ كل مرة واحدة تدخل الإسلام تحصل هذه الضجة؟ هذا كلام والله عجيب النهاردة حساب أطلقوا سراح السجناء نشر هذا الهاشتاغ اسمه أنقذوا رانيا حليم كل الناس اللي بيسمعوا الفيديو الآن عندهم حساب على فيسبوك أو على تويتر يفاعلوا هذا الهاشتاغ وهذا واجب هذه المرأة يجب أن تطلق ويجب أن تعيش حياتها بصورة طبيعية هذه المرأة كانت متزوجة وعندها أطفال بنات تركتهم لأجل الإسلام وهم الآن يريدون لهذه المرأة أن ترتد مرة أخرى وتعود وأنتم عارفين ستعود ستذهب إلى أي دير من الأديرة وستختفي تماما كما اختفت كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطيم فإحنا مش عاوزين هيكون مصيرها زي مصير دول والطبيعي إن واحدة زي دي تكون الآن في مكان آمن هذا هو الطبيعي اللي مش طبيعي إنه هذه المرأة في دولة زي مصر أغلبية السكان فيها مسلمين يحصل لها اللي بيحصل ده وتطلع تقول أرجوكم الحقوني هذا شيء غريب اسمعوا هذا الفيديو الذي عده حساب أطلقوا صراحة السجناء أنا راني عبد النسيح حليم مدرسة في العراقية أنا مش مخطوفة ولا حد خطفني ولا حد سرقني عشان اذهب أنا خرجة وقرطي من البيت والمسلمة ومن تسع سنين والحمد لله أخيرا وجدت الطريق وانا كده منش عارفة أعمل إيه أنا طلب حماية أمن الدولة طلب حماية أمن الدولة يحموني منه من نفسه أنا مسلمة ومش عايزة أرجاع المسيحية يعني حرام حرام البهدلة دي أنا منش أدري أنا صايمة أول سنة أجرب السيام حرام أن انتم قابلوا معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيفا محمد حساب هذه المرأة أسلمت هذه المرأة مسلمة الآن هي مسلمة لم نرى أحد يطبق حد الردة إلا الكنيسة المصرية في مصر واحد يتنصر ما في أحد يطارده وعندما يحدث مثل هذا نفضل بقى نتكلم والكنيسة تطلع تضغط وده يطلع إيه الكلام ده ويرجع يقولك على فكرة هذه الأشياء مكشوفة ووضحة والكلام ده شفناه مع مريان وكريستين فاكرين مريان وكريستين فاكرينهم ولا مش فاكرينهم سنة 2005 أنا لازم أفكركم بالحاجات دي أنا عارف أن الفيديو هطول لكن لازم أفكركم أنه دي مش أول مرة ومش كل مرة لازم يحصل كده لازم يكون في حل لابد أن يكون في حل أين الأزهر؟ أين الشرفاء داخل مصر الآن؟ من هذا الموضوع ما فيش ناس كده الشرفاء يتدخلوا؟ الكنيسة عمالة تضغط وتطلع ما فيش واحد كده من الدعاء ومن الذين لديهم علاقات يطلع يقول يا جماعة المرأة دي مسلمة ولا بد أن تأخذ حريتها وتعيش بحياتها بطريقة طبيعية؟ ده حتى كمان تأخذ حقها لأنها تشوف بناتها وتتعامل مع بناتها؟ ده ده الطبيعي هذا هو الطبيعي تعالوا نفكركم بمريان وكريستين شوفوا معايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا مريان نازل كمان إحنا ماشيين بمعرض رابطنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد العبداء ورسوله إحنا مش رجعين تاني خالص مش رجعين مش هنرجع بس أحلبكم بالله إن كتوقت جنبنا أنا وأختي لأن إحنا مصرنا إحنا اخترنا ومش إحنا الاخترنا كمان ربنا اللي اخترنا وإحنا رضيين به عايزيننا في إيه تاني وأقولكم إحنا أتلمنا أظن لا إكره في الدين لأن إلا نرجع ونكره على دين إحنا ما إحنا إحنا عايزينه ومفقال دي وفاة كوستنطيني أو غيرها أو غيرها أو غيرها لما يبريمين في الأضيورة ومحد تتعرف مصرهم إيه يا شعب يا مسلم يا شعب يا مصري يا أمة العربية يا إسلامية وأقول لكم أنا مسلمة إتأسلمت وأضقت بالشهادتين سبونا إحنا مطاردين في بلدنا إحنا عايزين مطاردين في بلدنا ليه عشان خطر إيه في المسلمة الشارع اللي بيكوبه دولة إسلامية وفي المسلمين المسلمين وفي القانون في المسلمة فاحتوا فين ليه ده شعب لاش موز في بلدنا في بلد مسلمة مطاردين بره بره وفي الشوائع يعني طول بيش الملد لبلد لبلد طول ما ربنا وقف معنا وطول ما إحنا سببين بإمان إحنا بالزنين وأمرنا وإحنا نرتدي تاني وشان نبقى مرتدينا قدر ربنا ونسرك بالله ما إحنا زعين نرجع تاني بنقول لكم أنا أصرف بالله تاني مست رجائين تاني ما إحنا جائين تاني من المسحية وإحنا أسلمنا والحمد لله وإياه يا أمة الإسلام سأقابوا جبنا أقابوا جبنا وسعدون حاولوا تسعدون إحنا جبنا آه معقول يا جماعة سمعت الأخت اللي بتقول احنا في دولة إسلامية للأسف هذه ليست دولة إسلامية والعنوان غلط نعم الغالبية من المسلمين ولكن أين الأزهر أين الإفتاء اللي نزل ليل ونهار ينزل فتاوة يبرر هنا وهناك والله لو كانت هذه المرأة أعلنت إلحدها لحمتها الشرطة المصرية والحكومة المصرية وأنا أقسم بالله على ذلك لو أنها ملحدة ما أحد تعرض لها لو واحدة طلعت كده وقالت أنا ملحدة وأنا كفرت بالإسلام وعايز أعمل كذا أو كذا ما في أحد يتعرض لها لو أنها تنصرت لو واحدة مسلمة تنصرت يحتفلون بها ويطلعوها في كل وسائل الإعلام وأنت ليه تنصرتي إيه اللي بيحصل في بلد زي كده إزاي المرأة دي الآن إيه علاقة المرأة دي بأمن الدولة أصلا ليه أمن الدولة يطردها أصلا وليه أمن الدولة يحتجزها كل هذه المدة وليه أمن الدولة لحد الآن لا يخرج تصريحات ويقول يا جماعة هذه المرأة الآن في حماية أمن الدولة وأنها مسلمة وأنها ستوثق إسلامها وستخرج وتعيش حياة طبيعية إيه ده؟ قاعدين مستنين إحنا الآن منتظرين يا إما يسلموها للكنيسة يا إما يسيبوها إيه كلام ده؟ إيه علاقة أمن الدولة وإيه علاقة الشرطة وإيه علاقة الكنيسة بواحدة أسلمت إيه كلام الفاضي ده؟ حاجة تتفور الدم ما لهمش علاقة بالكلام ده كله دي واحدة كانت نصرانية وأسلمت أصلا نخدي ش أنتم بتقولوا حرية الأديان وحرية الأفكار وحرية الفكر وحرية الكفر وحرية كل حاجة؟ فين العلمانين اللي صدعوا دماغنا بحد الردة وحد ال فين أنتم؟ أين الإعلام هذا الذي صدعنا بهذا الكلام كله؟ وهل يستطيع أسئلة رواساء الجمهورية هل توافق على حرية العقيدة؟ أكذوبة أكذوبة كبرى موضوع حرية الكفر بالإسلام فقط حرية الكفر بالإسلام فقط ما في شيء اسم حرية العقيدة ولا حرية كلام فاضي 95 مليون مسلم في مصر واحدة مسلمة مش عارفين نحميها؟ والنصارى هنا في قناة مش عارف ايه وقناة ايه طالعين يحردوا وطالعين يعملوا مشاكل وفتن وقصص وحكايات أنا طبعا مش عاوز أكتر كلام أكتر من كده لكن اللي بيحصل ده فوق الخيال وفعلا السلطات المصرية إذا سلمت هذه المرأة فهذا شيء خطير جدا جدا أنا أقول هذا الكلام وأنا أحذر من أن هذه المرأة تسلم كما سلمت كميليا شحاتا وفاق الصنطين والله هذا من الخطورة بمكان أنتم الآن الذين تزرعون الفتنة في البلاد وأنتم الذين تفتحون باب الفتنة في البلاد هذه المرأة أسلمت وأعلنت أنها مسلمة وتريد أن تعيش الحياة بصورة طبيعية ضحّد ببتها وضحّد بكل شيء عشان تدخل الإسلام وأنتم تأخذونها وتريدون تسليم هذه المرأة لهم والله هذا خطير وهذه مسئولية الأزهر ومسئولية دار الإفتاء ومسئولية كل شخص قاعد في مصر عمال يحكي عن إنجازات مصر وإحنا في عهد الحريات وفي عهد هذه مسئولية عليكم أنتم في رقابكم كلكم وفي رقاب كل مسلم برضو عليه أيضا أن يبدأ في التعريف بهذه المرأة وتكون قصة لو أن هذه المرأة لها علاقة بالسياسة كانوا طلعوا آلوا والسيسي يعتقل المرأة والله لا بد من وقفة حازمة من كل الجهات أضع في الإيمان أن الناس تعرف بهذه القضية وتنشر هذه القضية ويكون فيه تحرك ويكون فيه ضغط زي ما التنين بيضغطوا هؤلاء غرهم أنه إحنا بنقول يا جماعة خلوا الأمور تمشي بطريقة طبيعية لكن ما فيه شيء بيمشي بطريقة طبيعية وأنتم تعلمون هذه المرأة لن ترجع إلى بيتها أنتم فكرين أن المرأة دي بعد ما تتسلم للنصارى هتروح بيتها وتقعد مع أطفالها وكذا لا هذه المرأة ستذهب إلى أحد الأديرة المغلقة التي هي في أماكن صحراوية ولا في أي مكان وستكون هناك وانتهى تفضل محبوسة أو تخدم في الكنيسة لحد يا إما تموت يا إما ترتد عن الإسلام وترجع تاني تعيش حياتها طبيعية ترتد يتأكد تماما أنها ارتدت عن الإسلام واقتنعت أنه خلاص انتهت القصة هذا اللي بيحصل أمرأة تخيل أنه أمرأة زي هذه ليس لها سند ليس لها أحد تركت أسرتها خلاص ليس لها أحد إلا الله سبحانه وتعالى هل هذا هو الواقع وهذا الطبيعي المفروض واحدة زي دي تذهب إلى الأزهر ويختبروها في الإسلام وأنها لماذا أسلمت وأنها وافقة من الإسلام وتدخل في الإسلام وتخلت الشهادة وتروح وتروح وتعيش وأي حد يتعرض لها هو اللي يؤذى مش هي طبعا أنا متوقع إيه اللي بيحصل جوه أمن الدولة بالمناسبة اللي بيحصل جوه أمن الدولة هو أنه الآن في لجنة من الكنيسة بتجلس مع هذه المرأة تحاول أن تجعلها ترتد عن الإسلام وتقنعها ويجيبوا أطفالها عشان يضغطوا عليها تسيب عيالك تسيب جوزك حرم عليك بناتك دول بناتك دول بيش هتشوفوين تاني تسيب الكنيسة انت مش عارفة إيه وضغوط بقى وفيه أمن وفيه حكاية مفيش حرية هي الأمن تحت إيديهم هذا اللي بيحصل جلسات تثبيت الإيمان التي تسمح بها أمن الدولة وتسمح بها الحكومة المصرية تحت سمع وبصر الأزهر وبعدين هذه المرأة لو كانت مخطوفة هذه المرأة وأخذ هذا الرجل التي كانت معه أو الأسرة التي كانت معها وكانت عملت محضر باختطاف إمرأة تنزل كده في أخبار الحوادث أو في جريدة الوطن أو اليوم السابع عاجل القبض على أسرة تختطف إمرأة نصرانية هذا هو الصحيح لو كانت هذه المرأة مخطوفة كنا شفنا هذه المرأة رجعت لبيتها واستلموها أهلها وانتهت القصة لكن هي محتجزة لحد الآن لأنها لسه مسلمة خلي بالكم هذه المرأة محتجزة إلى الآن لأنها مسلمة لو كانت هذه المرأة مخطوفة من أول يوم أمن الدولة تتمكن من القبض على الأسرة اللي كانت عندها هذه المرأة كانت هذه المرأة ستعود إلى بيتها مخطوفة يا جماعة كان زمانها عادة في البيت وتطلع في فيديو وتقول أنا كنت مخطوفة والأمن المصري حررني هذه المرأة مسلمة أكبر دليل أنها مسلمة أنها إلى الآن في أمن الدولة لو كانت مخطوفة كانت خرجت كانوا أبضوا على المجرمين اللي خطفنها وكانت رجعت لبتها اللي هي مخطوفة منه هذا هو الكلام العقلي لكن هم سايبيننا كده ومفكرين ان احنا مش فاهمين احنا فاهمين هذه المرأة مسلمة وهناك الان محاولات وجلسات وضغوط واطفال وإحكايات وتهديدات وكل شيء اما لو كانت مخطوفة كانت رجعت لبتها انت بتكتبه على مين انت بتحقه على مين يا نصارى الناس اللي عملين يكتبه في المواقع دي مخطوفة بتتحقه على مين انت مين في الامن المصري لو كانت مخطوفة فورا يقبضوا على الجناة وتروح بيتها كل واحد بيكتب هذا الكلام يبص في المراية كده ويشوف كده شكله في المراية وفي واحد بيصدق الكلام ده من المسلمين لما يشوف الاخبار دي انها مخطوفة مخطوفة كانت نزلت في اخبار الحوادث القبضة على اسرة مصرية كانت تحتجز امرأة نصرانية والمرأة عادت لاطفالها وقعدوا ويصوروها فيديو وهي مبتهجة ويروح اليوم السابع ويصور معها اهلا بحضرتك احكي لنا ايه اللي حصل اللي حصل انه انا كنت ماشي في الطريق وجات مجموعة من المسلمين خطفوني وجابولي كاميرا وصوروني ولبسوني انقاب وقالولي قولي الكلمتين دول قولي ان انت ايه اسلمتي واشهدوا ان لا اله لا لا وانا محمد رسول الله الحمد لله على السلامة حضرتك وحمد لله على السلامة ببيتك تقولي ايه للشرطة المصرية انا اشكر الشرطة المصرية انها حررتني من الاسرة دي بش ده اللي كان هيحصل يا اخوانا الكرام هو ده الطبيعي الكلام ده لا يدخل عقل طفل انها مخطوفة لو مخطوفة كانت رجعت من اول يوم لكن هي محتجزة الى الان في امن الدولة لمحاولة اقناع هذه المرأة بان ترتد عن الاسلام لمحاولة جس نبض الشارع عشان يشوفوا هل هناك رد فعل من المسلمين ولا لا يمكن يسلموها ويمكن يطلع واحد يعني لسه عنده ذر الضمير يقول لا يا جماعة المرأة دي مسلمة وهنروح الاسر نوثق اسلامها وتخرج وتعيش حياتها طبيعية ممكن ممكن جدا وارد وهذا الكلام ممكن يحصل لكن الاكاذيب التي تروج على مواقع النصارى هذه اكاذيب اكذوبة كبرى وهم عارفين انهم بيكذبوا وهم عارفين انه اسهل شيء انه هذه المرأة كان زمنها رجعت لبيتها لو كانت مخطوفة سبب وجودها الى الان في امن الدولة انها الى الان لم ترتد عن الاسلام اذا ارتدت عن الاسلام فورا هتخرج في فيديو ياما تروح بيتها ياما تروح على الدير وانتهت القصة جريمة رانيا عبد المسيح حليم انها اسلمت هذه هي الجريمة هذه المرأة لم تسرق لم تقتل ليس لها علاقة بالسياسة لو انها كانت معارضة للحكومة المصرية والله لخرجت جميع القنوات الجزيرة ومكملين والشرق والحسابات الاخوانية كلهم كانوا كتبوا عنها هذه المرأة تحتاج الى نصرة كل مسلم كل مسلم عليه ان ينصر هذه المرأة هذا هو وقت النصرة وكذلك هناك مسئولية على الازهر لا بد ان تكون هناك وسيلة لعدم تكرار هذه الحالات المرأة التي تسلم تذهب الى جهة معينة وتعلن انها اسلمت وتنتهي القصة مش كل مرة واحدة تدخل الاسلام يحصل هذا الكلام والكنيسة تطلع تقول ده بخطوفة ده هربانا من جوزها ده عاوزة تتزوج واحد مسلم وهكذا اسهل شي عندهم الطعن في شرف النساء اي واحدة تدخل الاسلام يقلد هربانا مع عاشئها هربانا مع واحد مسلم ومرة يقولوا مخطوفة وده دليل انهم كذبة لانهم ما عندهمش رواية ثبتة كلها روايات متضربة فاقل واجب علينا احنا كمسلمين ان ننصر هذه المرأة اكتبوا تحت هاشتاج انقذوا رانيا حليم على الفيسبوك وعلى تويتر وفي كل مكان ويجب ان نضغط لخروج هذه المرأة هذه المرأة تركت كل شيء تركت اطفالها تركت حياتها تركت شغلها تركت كل شيء من اجل الاسلام بعدين احنا نخذل هذه المرأة والله يعيب حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة